ندخل إلى الشأن العراقي أو الشأن العربي عموما عشان عندي خبر عن العراق وراها سوريا وراها السعودية كلها أخبار مهمة جدا وجديدة مختلفة شوية كاركوك يعني الحقيقة بصرف النظر عن انت مع ولا ضد بس ما أجمل ما أجمل أنك تصحى الفجر كده وتقلب في القنوات الإخبارية وتلاقي لقطات لسيدات عراقيات أصيلات أيا كان انت موقفك السياسي معهم ولا ضده يعني هي مش دي القضية بس يعني هي في النهاية سيدة عراقية سيدة عراقية ربما فقدت زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا أو ربما عائلة بأكمالها سيدة عراقية بقالها سنوات طويلة طموحاتها وأحلامها وقفت ملهاش طموح ملهاش أحلام لأنه بلدها ببساطة احتلت بحجة طبعا يعني مزاعم قد كده وأخبار مغلوطة وتقارير مغلوطة كثيرة جدا وفي النهاية حرب دايرة في بلدها بتلاقي بقى السيدة دي العراقية دي بتزغرت وفرحانة يعني لازم هتعرف هو فيه إيه فيه إيه ببساطة شديدة جدا بمنتهى يعني الإيجاز فيه أنباء واردة من كاركوك بتؤكد أن القوات العراقية دخلت القوات العراقية طبعا يعني النظامية يعني الجيش العراقي لا بقى الميليشيات ولا بقى قوات البشمركة ولا الأكراد ولا معرفش مين لا القوات العراقية النظامية الجيش العراقي قواته دخلت مبنى المحافظة في كاركوك ودون قتال مع قوات البشمركة الكردية نعافين طبعا الأكراد قواتهم أو جيشهم بيسمى البشمركة في الوقت ده فيه طبعا مئات من سكان كاركوك طبعا فروا كل ما كان الجيش العراقي والقوات الموالية ليه بيتقدموا هم كانوا بيطلعوا لأنه انت بتكلم انه احتمالات تصادم بتحصل لكن اللي حصل فعليا على الارض انه القوات العراقية دخلت الى قلب محافظة كاركوك دخلت لقلب مبنى المحافظة دون اي قتال واعلنوا سيطرتهم على منشآت حيوية ونفطية كاركوك ليه من لا يعلم بس قبل ما اقول رئيس الوزراء العراقي يمطلع تصريح ايه لفيه ايه كاركوك ليه من لا يعلم عبارة عن زي ما تقولوا ايه حضراتكم جبل او كنز من البترول كاركوك دي من اغنى اغنى محافظات اللي بتحتوي على نفط بترول مش بس في العراق في الوطن العربي كله عشان كده كاركوك من المحافظات اللي كانت العين عليها كل الاطراف كانت بتتنازع مين ياخد كاركوك مين عينه على كاركوك لكن حد يفكر مين عينه على اهل كاركوك وشعب كاركوك لا طبعا مش في الحزبان دي المهم النفط والبترول يطلع ده بالحسابات العالمية طبعا يعني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امر برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها حسبما اعلن مكتبه وامبارح لهو يوم الاثنين اثادت القيادة المشتركة للقوات العراقية في بيان لها بانه القوات سيطرت على قاعدة كي وان الجوية ومنشأة غاز الشمال ومصفة بجانب منشأة الغاز وكمان محطة توليد كهرباء كاركوك والحي الصناعي يعني بنتكلم يا جماعة على المنشآت الحيوية التقيلة اللي موجودة هناك دخلوا واضح ان كان في خطة طبعا مسبقة دخلوا على كل الحاجات الحيوية القوات العراقية الجيش العراقي دخل فرض سيطرتوا عليها كان في تقارير كانت ايلة ان فيه اشتباكات من القوات العراقية ومقاتل قوات البشماركة جنوب كاركوك لكن التلفزيون العراقي اورد ان تقدم الجيش وسيطرتوا فرض سيطرتوا على مبنى المحافظة وكل المباني والمؤسسات اللي ذكرناها دلوقتي تم دون قتال الصفارة الامريكية بقى في بغداد طلعت بيان اعرابت فيها عن قلقها يعني الخبر بيقول ان جيش البلد الجيش النظامي بتاع البلد فرض سيطرتوا على اماكن حيوية ومبنى محافظة كانت الميليشيات والجيوش الموالية والجيش التاني الموالي اللي مش عارفة قوات مين واقراد بسيطرة عليها فتقومي تطلعي بيان تقولي انك ألانة فيه يعني ما عرفش دي يعني مهم انه الصفارة الامريكية طلعت بيان قالت في انها ألانة جدا لانه فيه تقارير بتشير لوقوع عمال عنف في كاركوك ودع البيان جميع الأطراف لوقف العمل العسكري فورا واستعادة الهدوء بينما تواصل الصفارة لعمل مع مسؤولي حكومتي المركز والإقليم عشان يكون فيه حد من أي توطر وتجنب ووقوع المزيد من الاشتباكات القيادة العامة القوات البشمركة برضو همني أقول طلعت بيان قالت ايه اللي هي طبعا كردستان قوات البشمركة الكردية طلعت بيان قالت فيه ان قوات الحجد الشعبي التابعة للحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع قوات العراقية بدأت في وقت مبكر هجوم واسع على كاركوك والمناطق المحيطة بيها وانه الهجوم ده بيعتبر بشكل صريح إعلان الحرب على شعب كردستان هم شايفين كده طبعا خلونا بس نذكر انه شرحنا مرارا وتكرارا قصة الأكراد في العراق وانفصال قليب كردستان والاستفتاء يعني وكذا وكذا وانه طبعا إيران طبعا تركيا طبعا الجيش العراقي يعني الحكومة الرسمية العراقية كل الأطراف دي طبعا بترفض تماما استقلال الأقليم والاستفتاء الذي حدث وانه كان غير دستوري وغير شرعي وهنا طبعا دي بعض اللقطات للجيش العراقي في كاركوك يفرد سيطارته على مبنى المحافظة يعني تعود المؤسسات إلى سيطارة الجيش العراقي الحقيقة أنه برضو تاني وثالث وعشر بصرف النظر عن السياسات وكل دولة لها شأنها وكل دولة شعبها قادرة بيها لكن أنا عمري ما تخيل أن حد ممكن يدعم جيش ضد الجيش النظامي للبلد دي حاجة عمرها عمرها ما ينفع تبقى في ثقافتك لأنه يعني في النهاية جيش البلد وقواته الأمنية هي اللي بتدافع عنه عايزة بس أقول حاجة مش عارفة ليه موضوع بيان للسفارة الأمريكية وإن إحنا قلقانين وأصل جاينا تقارير جاية بتقول إن فيه توطر وأعمال عنف في كاركوك مع إنه حتى البشمركة طلعين بيان قالوا مفيش قتال حصل يعني الجيش العراقي دخل فكرة مش هتلاقي مشاهد فيها صدام الجيش العراقي العراقي هو زي ما أنتم شايفين دخل عمل خطة سيطر على فرض سيطرته على مبنى المحافظة طبعا ده أساسي قبل أي حاجة حاجة التانية بقى والأمر الصناعي وكذا 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 رفع العالم العراقي فين بقى القتال في كده إذا كانت قوات البشمركة الكردية نفسها مطلعة بيان قالت مفيش قتال حصل يعني هي طبعا متضايقة وبتقول إحنا كده متضايقين وخايفين وقلالين طبعا آه لا تمدح في اللي حصل لكن مفيش قتال حصل ففين بقى عمال العنف شوفوا ليه التقرير ده الحقيقة فكرني بالتقرير بتاع قبل غزو العراق اللي هو تعرفين طبعا حضراتكم مين اللي كان مطلع التقرير يعني أطراف كتيرة كانت مشتركة في هذا التقرير اللي كان بيأكد أنه العراق يحمل نووي والعراق عنده أسلحة دمار شامل وكام سنة دلوقتي من 2003 للنهار دي يعني كام سنة 15 سنة تقريبا دلوقتي عدت 14 سنة 15 سنة تقريبا عدت دلوقتي على احتلال العراق وتدمير العراق وغزو العراق ولم يثبت وجود أي نموي بالعراق حجة وضحة وصريحة للدخول للسيطرة على النفط والبترول والسيطرة على المنطقة وتشتيت المنطقة وتفتيت المنطقة يا ليتنا كعرب كنا من زمان من سنين طويلة جدا انتبهنا لهذه الخطة ياريت كنا انتبهنا للخطة دي من زمان قوي